اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية واللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية 2024 التي سوف تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر 2024 و24 بمشاركة 57 دولة في 25 رياضة مختلفة وحث سموه جميع الجهات على العمل بروح فريق البحرين لتحقيق نجاح آخر يحسب لمملكة البحرين من خلال التمييز في تنظيم دورة الألعاب المدرسية 2024 ووضع بصمة التمييز البحرينية في سجل هذه الدورة وقال سموه إن الدعم لا محدود من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للرياضة والرياضيين في المملكة وتوجهات سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الدائم للحكومة الموقرة للاهتمام بالقطاع الرياضي والتعاون مع مؤسساته وهو مصدر تحفيز لمواصلة الجهود لتعظيم مردود الرياضة على مختلف المستويات وأشار سموه إلى أن تنامي سجل البحرين في استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية في المملكة من شأنه أن يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وتحقيق المزيد من التطور في البناء التحتية الرياضية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في مكتبه بقصر الوادي أمس مع كل من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسعادة الدكتور جليلة السيد جواد وزيرة الصحة وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون العلام وأكد سموه أن مملكة البحرين قادرة على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المميز بفضل دعم القيادة الكبيرة وتكاتف جهود جميع المؤسسات المعنية مشيدا بالجهود المبدولة لتهيئة كافة الظروف لنجاح هذه الاستضافة المرتقبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر